هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يورقنا تعالوا هلوموا إلينا الضموا أعموا يا زي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العبق أعموا يا زي سعالوا هلوموا إلينا الضموا أعموا يا زي شكرا 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 مساء الخير يا أطفال لا هراكم منورين هنا نجيب الميكرو باش نتكلم معكم باش نتكلم معكم يا أطفال شكولي عندو لانترنت في الدار كامل وش ديري بالانترنت في الدار بنتي نلعب بيها لجو داكور وش كونتاني وش تدير بالانترنت في الدار؟ أدرس بيها تدرس بيها برافو وش تدير بيها انت؟ ألعب بيها ثم أدرس بيها في زوج وانت يا ابنتي؟ ألعب بيها لعب برك انتيا وانتيا وش ديري؟ نستخرج منها البوحوت وانتيا ألعب بيها تيلا برك شكولي تاني عندو جواب آخر؟ أنا 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 ينغل نستخرج منها الحيوانات باش نعرف وش كاين كيفش نتخلقوه وكيفش شكولي تاني؟ شكولي تاني؟ شكولى؟ أدرس بيها للدراسة متلعبيش بيها؟ دراسة برك خوك يلعب بيها خوك يلعب؟ اه خوكرتها اللعبه وانتيا تعب دراسة هكدا؟ أدرسل ألعب بيها الاتنين وانت هي ابنتي؟ أهلب بيها وش ديري بيها؟ أهلب بيها تلعبي بيها؟ بلا انت الرد بوش دي عندك العلعب شكولي جبدلك العلعب ماما هي جبدلك العلعب شحال في أمرك شحال هادو حسبهم أربعة ربعة واسمك منتي؟ الله يبارك شاطرة شاطرة وانتيا وش دي البلانترنب ندرس فيها تدرسي بها وانتيا؟ ندرس فيها طريب يا أطفال على باركم على شتقسيتكم واشنبنتي يقولي لي؟ تدرسي بها انت يا تاني الله يبارك على باركم على شتقسيتكم يا أطفال لأنه في هذه الفترة كين اليوم العالمي لا اليوم العالمي للانترنت المفيد يعني الانترنت اللي يكون آمن لأنه الانترنت كما تعرفوا يا أطفال كين بعض الأشياء في الانترنت اللي ما هيش مفيدالات وما هيش آمنة إذا هذا اليوم العالمي توقفوا فيه منذ سنة 2004 واحنا نحتفلوا بهذا اليوم من أجل انترنت آمن لأطفالنا أنا راح نطلح عليكم سؤال هذا السؤال هو لغز تحبوا الألغاز؟ لا لغز اليوم يقول وكذلك الأطفال لم يشاهدوا فينا عبر التليفزيون يقدروا يشاركوا معنا في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد بونت كوم تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد لغز اليوم يقول الشيء الذي يرفع أثقالا ولا يستطيع أن يرفع مسمار ما هو الشيء الذي يرفع أثقال ولا يستطيع أن يرفع مسمار على بل الشاطرين كامل ولكن انتظروا إلى غاية نهاية الحصة باش جاوبوا على اللغز أوكي يا أطفال في ماذا نكتب؟ في ماذا نكتب الدروس؟ لا لا في ماذا نكتب الدروس؟ قولي لي نكتب الدروس في الكراس في الكراس برافو 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 يا أطفال عمويازيد دلكم أغنية خاصة واسمها كراستي تغنيوها كامل معايا يا أخي يلا كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين موسيقى غلفتك لونا يليق أحمر وجعلت اسمي فوقه يظهر محفاظتي هي بيتك كراستي موسيقى شوقي إليك دائما بيحظروا كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين موسيقى كراستي كراستي عامي بدا أشتاق لي أن أكتب درس الغدا فمعلمي هو يشرح درسا إذا بيأمر أن نكتب كل مفردا كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين موسيقى فيك كتبت أدروس معلوماتي عن كل علم أقتدي به في حياتي من أول صفحاتك للتالياتي تبقين أنسي مرجعي في مآتي كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين موسيقى كراستي حتى وعامي قد مضى تبقين في خسنتي طول المدى عالي إذا طالت زمان أفتح صفحاتك لأذكر يوما غدا كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين موسيقى يا أطفال الآن راح نروحوا الفقرة كلفنا إكرام باش نديرنا بحث عن شخصية مهمة في طورة التحرير الجزائرية اللي هو لقدر بن طوبال إذا رحبوا معايا بإكرام موسيقى 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 يوم جد نحكي لكم على حياة المجاهد لخضر بن طوبال لخضر بن طوبال اسمه الحقيقي سنيمان بن طوبال مولد عام 1923 في الميلة انضم إلى حزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية ثم إلى المنطقة الخاصة أشرف على تنظيم الخلايا العسكرية في قسنطينة الشمالية نجأ إلى جبل الأوراس هربا من الشرطة الفرنسية وهناك التقى بقادة حركة انتصال الحرية الديمقراطية كبنبو العيد ورابح بيطات وغيرهم عند اندلاع ثورة قاد العمانية الأولى في جيجر وميليا وكان عضو في ليلة 22 حيث شارك في مؤتمر صومة تولى مسئولية المنطقة الثانية من زيغود يوسف وفي عام 1957 ذهب إلى تونس وعينينا عضوا في لجنت التنفيذ والتنسيق شارك في مفاوضات إيفيان وتوفي عام 21 أوت 2010 بالجزائر العاصمة وعمره هنا هزا 87 عام شكرا 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 يا أطفال تحبوا الألعاب السحرية؟ إذن عايتوا معايا كامل لعم ساليم باش يجينا بألعاب الخفاء يلا اشتركوا في القناة 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 برافو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارفدها اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة يلا اشتركوا في قناة اشتركوا في القناة 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 فانتظرونا في الموعد الجديد مع عم يازين